وجاء في عنوانه البشير يصدر قرارات وموجهات بشأن العمل الدبلوماسي والعلاج بالخارج نقرأ تفاصيل هذا الخبر أصدر الرئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارا جمهوريا بإنفاذ هيكلة التمثيل الخارجي وفقا للقرار الرئاسي رقم 298 للعام 18-2000 وتضمر القرار إجراءات إضافية خاصة بتعيين السفراء والتمديد لبعضهم وألزم القرار الجمهوري وزارة الخارجية برفع ترشيحات سفراء البلاد لرئيس الجمهورية لاختيار ما يراه مناسبا وأرجع القرار إغلاق سفارتي السودان في إيرلندا والنمسا لمدة عام فقط شريطة أن يتم تطبيق نظام بعثة الرجل الواحد كما ألغى القرار الملحقية القانونية باستفارة البلاد في المملكة المغربية ونص القرار على الالتزام بمنح السفير بدل سكن واحد فقط مهما تعددت زوجاته والالتزام بتخصيص عربة ماركة مارسيدس واحدة فقط للسفير وأيلولة السيارات كافة ماركة المارسيدس لرئاسة الجمهورية وترحيلها فورا للبلاد وتضمن القرار أيضا التمديد لسفير البلاد لدى الأمم المتحدة عمر دهب وسفير الخرطوم لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم لأدائهما المتميز بجانب الموافقة على ترشيح السفير الصادق بخيد سفيرا للسودان لدى إثيوبيا كما تضمن القرار الجمهوري أيضا إلغاء إجراءات المعينة لوظائف الخبرات والتي سبق أن أعلن عنها للوظائف الوسيطة والقيادية منعا للترهل الوظيفي بعد إعادة كوادر الوزارة من الخارج بداية كيف تنظر إلى فكرة هيكلة وزارة الخارجية وهل يمكن برأيك أن تساهم في خفض الإنفاق الحكومي والترهل الحكومي خصوصا بوزارة الخارجية؟ نعم بالطبع كما هو معروف فإن العمل الخارجي هو من إشراف رأسة الجمهورية حسب الدستور رئيس الجمهورية حسب الدستور مزئول من العمل الخارجي والعمل الأمني والعلاقات الخارجية عموما وبالتالي هذه سلطة حصرية لرأسة الجمهورية منذ أزمة الرواتب الدولماسيين صدرت قرارات من رئيس الجمهورية بعد هيكلة العمل الدولماسي الخارجي وتم تنفيزها جزئيا الآن هذا الغرار يستكمل القرارات السابقة التي تمت في هذا الشأن وهو تخفيض بعثات دبلوماسية تخفيض بعض البعثات من أي سفيرين في بعثة يرجى واحد يعني ثم تخفيض عدد من البعثات وإلغاء عدد من المحقيات الإعلامية والقانونية أعتقد هذا الغرار يمكن أن يساهم فعلا في خفض الإنفاق الحكومي ولكن نحتاج إلى حزمة كاملة خفض الإنفاق الحكومي ليس في العمل خارجي وإنما كل الجهاز التنفيذي في الدولة مترهل يعني الأسبوع الماضي شكل رئيس رجب أردوغان بعد انتخابه حكومة 16 وزير نحن لدينا حكومة من 88 وزير ووزير دولة يعني هذا طرحه الكبير نعتقد ينبغي أن يشمل الهيكل ليس الخارجية فقط وإنما هيكلة الجهاز التنفيذي والولايات يعني بعض الولايات فيها 30 محلية مثلا أمس جنوب دارفور غيرنا ستلقي 11 محلية كم هي أعداد المحليات في جنوب دارفور حتى تلغى منها 11 محلية ومنحتاج إلى إذا كان لدينا 180 و80 محلية يمكن أن تكون 90 محلية يعني إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي والولايات والمجالس التشريعية وكل العمل التنفيذي والتشريعي ينبغي أن يعالج ويترهل أيضا ينبغي الولايات نفسها أولويات الولايات يعني اليوم مثلا في كسلة أمس اجتاحت السيول مناطق في كسلة وتهدمت 60% من بعض الأحياء بسبب أن الولاية لم تقوم بالسدود الترابية ولم تقوم بأي صيانات تحمي الأحياء وبالتالي هذه الميزانيات من هيكلة الجهاز التنفيذي يمكن أن تنعكس على الخدمات وعلى الصحة والتعليم وغيره لأنه الآن الجهاز التنفيذي في الحكومة والاتحادية والولايات يأكل معظم موارد الدولة حسنا نحن في أزمة اقتصادية الآن وكثير من الأزمات أزمة الوغود لا تزال مستمرة أزمة القبز فهذه الأزمات تحتاج أنه ينبغي أن تشد الحكومة مئزرها وتربط الحزام على البطن ليس نطلب من المواطن فقط أن نربط الحزام على البطن وأنه بجد الحكومة الاتحادية والولايات ينبغي أن تربط الحزام حتى يصبر المواطن لأن المواطن لم يصبر على هذه الأوضاع الاقتصادية إذا لم الحكومة الاتحادية تتغذي الغرارات صار ما فيما تخشف والأهم أن تكون آلية التنفيذ آلية جادة وفاعلة يعني الآن برأيك سيد النور هل سيتم تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وإلى أي مدى سيتم تنفيذها خصوصا طبعا أن الأمر بيد تنفيذيين من المفترض أن ينفذوا هذه القرارات على أرض الواقع طبعا هذه القرارات الرئاسية ينبغي أن تتابع رأسة الجمهورية تتابع تنفيذها مع الوزارات خاصة هناك وزارات سيادية تشرف عليها وزارة رأسة الجمهورية لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في تنفيذ القرارات خاصة أنها قرارات قديمة الآن تفصيل لهذه القرارات واعتقد أنه من الإشارات الإيجابية أيضا ملء الفراغ في سفارتنا في أديسة بابا هذه سفارة كبيرة تمثل ليس في أسيوبا وإن اتحاد الأفريق أيضا جمال الشيخ كان سفير للسودان في أسيوبا تم نغله الرئاسة الجمهورية نائبا الأمين العام للرئاسة الجمهورية الآن أعتقد أن الصادق بخيت الذي رشح لأديسة بابا هو من أردن سيأسي إلى أديسة بابا لاستكمال ما توقع من فترة وأعتقد أنه موهل لهذه المهمة ونأمل أنه في أسيوبيا والغنى الأفريقي فيه تحول كبير نأمل أنه السفير ينجح في هذه المهمة هل تتوقع أن تكون هناك مراوغات من التنفيذيين خصوصا أنه هناك استثناءات في قرار الهيكلة؟ لا أعتقد أنه سيحصل ذلك لأنه هذه السفرات محددة جدا والوزير الجديد أعتقد أنه حازم وسينفس غرارات رئاسة الجمهورية بالطريقة المسلى والطريقة الفاعلة خاصة أنه هناك متابعة آلية متابعة من رأس الجمهورية لما يجري في وزارة الخارجية بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها الوزارة هل برأيك قرار الهيكلة أغفل يعني بعض الأشياء من وجهة نظرك؟ والله أعتقد أنه كان ينبغي يعني بعض السفرات المهمة في بعض المواقع لأنه لدينا جاليات كبيرة مصلا في دول الخليج لدينا جاليات في مصر كبيرة لدينا تعاون اقتصادي مع الصين ومع روسيا ومع كثير من الدول ينبغي لهذه الهيكلة أن تراعي ذلك تراعي الدول التي لدينا مصالح لكن الآن هناك دول ليس لدينا مصالح فيها ولا توجد بها حتى جاليات سودانية كبيرة هذا ينبغي أن تغلق ويكون هناك تمثيل غير مغيب في هذه السفرات نعم